موسيقى القصة يا ستي عن فتاة مصرية حطت على الانستغرام تباعها يعني تعرف على الانستغرام تباعها حطت قصة وصارت هذه القصة فيرل أو انتشرت وداولت على وسائل التواصل ماذا هي هذه القصة؟ يا ستي هذه كانت تخاطب ناسا عم تقولهم أنه يعني هي فكرة كتير بسيطة تقولهم عندما رأيتكم تظهروا صاروخ بدل ما تضيعوا النار اللي تظهر من تحت الصاروخ حطوا لحم كبير كمية كبيرة وعملوا باربيكو وهيكا بتكونوا باللحمة اللي رح تظهر معكم وكمية الأكل اللي أنتجتوها تقدروا تطعموا كتير ناس تقدروا تنهم مجاعات يعني هي فكرة كتير بسيطة كتير طبعا أكيد غير قابل التطبيق بس اللي صار فارل اللي تم تداوله على مواقع التواصل اجتماعي هو أنه كل شوية صارت تتحط يعني أبديت أو هيك زيادة خبر جديدة على شو اللي صار معها فأول أبديت أنه والله ناسا نفسهم حكوا معها يقول لها آه طبعا منحب أنه نعمل هيك باربيكو تعالي عنا بعدين لا أعرف إذا نحن نشوف صور لهذه الأسس بعدين المنافسة ناسا سيقول لها لا ما تريد أن ناسا تعالي عنا بعدين غوردون رامزي الشف المشهور يقول لها أنه لما تطبخي أنا سأكون معك الشف نطبخ مع بعض كل هذه المشهورين مثل ألند جنرس حتى 100 ألف دخلوا على خطة نتفلكس وشركات غيرهم دخلوا على خطة وصدقوا أنه دعم فظيع لصارة هذه البنت اللي يعني زادوا الفولويرز عندها فجأة أو شوية ألف ألف وثلاثة زادوا 34 ألف هذا الوقت ما إحنا طلعنا القصة يمكن أن يكونوا زادوا بزيادة يمكن أن يكونوا زادوا 40 لليوم المهم لا أعرف إذا قادرون هذه لسه هي نشوف ماذا بعثت له فهلأ لما بدأت الناس أن ترد عليها يا رجل وأنا لم أرى حسنا ماذا حدث؟ المهم الفكرة يأتي محطات إعلامية يبدوا يحكوا معها لكي يحكوا لها مثلا يحكوا معها ماذا حدثت معها تبعتها لتجربة تبعتها تقول لهم لا يا جماعة أنا لا حكيت مع ناسا ولا ما يحزنون هذه كانت بس هيك يعني زي تجربة اجتماعية عشان أختبر مدى قوة الإشاعات وهي بهالطريقة جمعت فلاورز كثير طبعا كان في هذا الانتقاد كثير من الناس فكروا كما هلأ أعطوا الفكرة إنه بهاد اللي عملته ما أظن كانت بلا هدف يعني هي جابت تقريباً 40 ألف اشترك فممكن تكون عملتها عمداً عشان تجيب الاشترك ليس عشان تختبر قوة الاشتراك صراحة أنا من وجهة نظري واللي عم بشوفه يمكن هدفها الرئيسي من كل هذا الموضوع هو إنه يمكن تجمع اشترك اكتر هلأ كنا بنعرف إنه رواد التواصل الاجتماعي جزء مهم من تواجدهم على التواصل الاجتماعي هو عدد الفولورز الموجود عندهم أو أديه أشخاص بتابعوهم فإذا هي حابة إنها تجمع فولورز كتير أكيد لازم تعمل زي ما بقولوا بروباغندا لحالها وتلفت النظر لإلها عشان تقدر تجمع فولورز لإلها هلأ صراحة هي بالطريقة اللي لفتت فيها النظر هي زكية يعني قدرت توصل للهدف البدهية سواء إنها تشوف مدى صحة أو مدى انتشار الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي هذا ممكن إنه تكون حققته عملت تجربة ونشحت فيه وممكن إذا هدفها إنها تجمع فولورز برضو هي نشحت فيه وجمعت فولورز بطريقة كتير سهلة يعني مدة أصيرة وجمعت فولورز كتار يعني ذكا منها إنها قدرت تجذب نظر العالم لإلها ويقدروا يعملوا لها فولو على الإنستجرام ما رأيك أنت لطيق؟ بالله أنا رأيي أنه هي أكيد لما نزلت البوست ما كانت متوقعة إنه يصير هيك تمام؟ سأحفير جدا بس 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 اللي صار إنه والله هي زبطت معها كانت نهفة أنا هيك باتخيل كانت نهفة زبطت معها ركبت الموجة لما صار فيه فولورز كتير بالنهاية هلأ بدها تبرر بالتالي يمكن هي طلعت بمساعدة بمساعدة إنه والله قدعم على سوشيال إكسبرامينت وكذا بس بغض النظر آه هو إحنا يعني إحنا بدنا هلأ إنه نحكم عليها أخلاقيا عملتها لهدف نبيل أو مش نبيل بالنهاية كسبت فولورز أربعة وثلاثين ألف يعني يعني ثلاثين واربعين صاروا ثلاثين واربعين صاروا طب يعني عظيم والله إنه منيح شطورة يعني تعرف الآن قبل أسبوع يعني قبل ما أعلمش أن القصة صالها أسبوع يعني الويكند الماضي كنت طالعة أنا وابنت عمتي وقاعدين نحكي فما كنا عارفين أن القصة كذب فعم تحكي لي أنه يعني أنا عم بحاول أزيد الفولورز عمتي فتقول لي أنه لازم تفكري بهاي الطريقة شوفي هالبنت شبكية من ثالث النصب أنا أحترمها كثير ذكية هلأ هو شوفي عشان تقدر تستمر على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أنه كل حدا هلأ سواء عنده شيء حابب يقدمه للفولورز اللي عنده أو لا كل الناس عم تحب أنها تركب موجة خلينا نحكي مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا فحلو دائما أنك تلاقي أفكار جديدة تقدم أشياء جديدة أخبار جديدة للناس اللي اللي عم بيحضروك كل يوم وانت بتصير جزء مهم من يوء يعني من حياتهم يعني كل الناس أول ما تفق الصباح كل حدا يمسك موبايله يبلش على مواقع التواصل الاجتماعي فحلو أنك تقدم لهم شيء جديد وهي قدرت توصل للناس بخبر غريب يعني أنه أنت أنت عم بتخلط بناس لحتى يعملوا باربيكيو بارتي عندهم ويطعموا الناس الجعانة يعني أنه حلو الخبر اللي طلعت فيه غريب وجذب الناس كان زكية بهذا بس مو بالشرط أنه يظل في استمرارية لأنه على سوشال ميديا يعني واحدة من أول النصائح هي أنه يجب دائما أن يكون عندك محتوى أدمي دائما فهلأ كنا نشيك أنا ولطيف ويظهرنا أنه فيه ألفين فولوور راحة من عندها بس أنا أعلق على شغلة معلش يعني مدى اقتناع الناس يعني هل من المنطقي أنه أنت تشوف خبر أنه والله بدنا نشوي على فروخ ممكن أنا انسيني أنه صار عندها آلاف الفولوور وأنه هي أتقنت استخدام الفوتوشوب لكي تظهر بالأخر بنتيجة مقنعة على الناس بس أنا مستغرب يعني صراحة من عقلية الناس التي ممكن تصدق أنه نعمل باربيكيو لا يعني بس هذا مؤشر خطير ترى أنه الناس بتنجزب للأخبار الغريبة وأنه مش منطقية أبدا لا يصدق فكيف أنتوا صدقتوا يعني مش منطقي أبدا أقول لك يعني ممكن على فكرة أنا ليه صدقت لأنه الشركات الكبيرة زي ناسا زي سبيس أكس حتى المؤثرين المشهورين كثير كثير إذا بتلاحظ كثير أوقات بتواصلوا مع عام الشعب ويحبوا دائما أنهم يظهروا مع بقية الناس لكي يفرجوا أننا شركة متواضعة وما إلى ذلك فأنا توقعت أنه ممكن يعني وهالبنت جريئة خلينا ندعمها تعالي تدربي عنا أخبرك شغلة ثلاث أسابيع وأنا براهنك إذا بكون عندها نصف الفولورز آآ صحيح إذا لم تستمر بالأشياء التي تقدمها طبعاً الفولورز ستعملونها انفولوا فهذه كانت صلافتنا لليوم إن شاء الله تكونوا استمتعتم معنا وإن شاء الله الجسالة اللي حاولنا نوصلها لإلكم وصلت بس اللي أصدر الوقت لحتى نطلع لفاصل صغير وراجعين موسيقى